أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولوس السادس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسلية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى والمتعلمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لكداسة البابا فرانسيس في ختام التعليم المسيحي في الرسالة لأهل غلاطية قال كداسة البابا كان بولوس مبشرا ولهتيا وراعيا وذلك بقوة الروح الكدس الذي غير حياته وقد دافع عن الحرية التي أتى بها المسيح وربطها بالمحبة وعلم أهل غلاطية أنهم مدعونهم أيضا إلى تلك الحرية التي أعطقتهم من العبودية وجعلتهم ورثة الوعد القديم وأبناء الله في المسيح وقال أيضا إن الحرية لا تعني التحرر من الأخلاق ولا تعني الإدعاء باكتفاء ذاتي بل أكد أن الحرية هي من أجل خدمة المحبة وقال البابا إن تعليم بولوس في الرسالة لأهل غلاطية يولد فينا من جهة الحماس فنشعر بأننا مندفعون إلى أن نتبع طريق الحرية وأن نسلك سبيل الروح ومن جهة أخرى وبسبب محدديتنا قد يطرأ علينا التعب الذي يوقف كل اندفاع فينا فنشعر بالإحباط والضعف وأحيانا بالتهميش ولمواجهة هذا الموقف الثاني اكتبس البابا من كلام القديس أغسطينوس وقال العاصفة على البحيرة في الإنجيل تعلمنا بأنه علينا دائما أن نوقذ المسيح في وقت الشدة وعندما يهدئ المسيح العاصفة في قلوبنا سنقدر أن ننظر إلى الأمور بنظرته فنرى مشهدا وأمورا لم نكن نتصور أننا نقدر وحدنا أن نراها ترجمة نانسي قنقر